موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال صبحكم الله تعالى بكل خير صباح الخير والسعادة صباح الصحة والجمال صباح البر والصلة صباح الأخلاق الحسنة والأخلاق الجميلة صباح كل شيء جميل وحسن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل بر الوالدين غنيمة وأي غنيمة وجعل للمستمسك به من المؤمنين درجات عظيمة وأوصى بالأبوين في وصاياه الكريمة وحذر من عقوقهما الذي هو من الخصال الذميمة والصلاة والسلام على النبي محمد ذي المزايا الفخمة الفخيمة وعلى آله وصحبه الذين ساروا على وصاياه النافعة العميمة وبعده فقد رأينا في الأيام الماضية خلال الأسبوع الماضي رأيت فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هذا الفيديو يندى له الجبين ألا وهو أن إنسانا قد طرد أمه من بيته أخرجها من بيته ووقف يعني وقال كلاما مؤذيا لها والأم خرجت من البيت وصارت تنزل من على درجات السلمي درجة درجة وهو يؤذيها بالكلام والعياذ بالله تعالى وزوجته بجواره تضحك إلى غير ذلك يعني هذا يعني هذا الأمر يدلك على مدى تدني الأخلاق الذي وصل إليه كثير من الناس كثير من الناس وصلوا إلى هذه الدرجة إلى هذا الانحطاط في الأخلاق هذا من أجل أي شيء هذا سببه قلة التقوى في القلوب هذا سببه قلة التقوى في القلوب حتى إن هذا الإنسان يعني ليس فقط أخرج أمه من بيته وأذاها ونحو ذلك بل الأعجب كيف أنه صور مثل هذا الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي يعني مرضى في الحديث إذا بليتم فاستتروا هذا يفضح نفسه هذا يلحقه العار طوال حياته حتى بعد وفاته هذا الذي عمل هذا الشيء هذا عاق لوالديه هذا إن لم يتب إلى الله تعالى هذا عاقبته وخيمة هذا يعقب هذا تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب إلى الله تعالى وإن لم ترضى عنه أمه لذلك أحببنا اليوم أن يكون عنوان حلقتنا اليوم بعنوان حبيبتي أمي وصية نبيي صلى الله عليه وسلم حبيبتي أمي وصية نبيي صلى الله عليه وسلم وإن المتأمل لآيات القرآن الكريم يجد أن القرآن والأحاديث الأوامر قد ذكرت الأبناء والبنات بما تتكبده الأمهات من مشاق كالحمل والوضع والرضاع ونحو ذلك من أمور ينفردن بها عن الأباء قال الله تعالى في القرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامي أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معنى وقضى ربك أي وأمر ربك وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه الله أمرنا بالإيمان به سبحانه وتعالى بأن لا نعبد غيره بأن نؤمن به سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان لماذا؟ لأننا لو نظرنا في كل آيات القرآن التي فيها الأمر بالعمل نجد أن في أغلب الآيات يسبق العمل الإيمان لماذا؟ لأن قليل من العمل مع صحة الإيمان مقبول عند الله تبارك وتعالى وكثير من صور الأعمال مع فساد الإيمان مرضودة على صاحبها لا تتقبل منه غير مقبولة منه فالإيمان هو الشرط الأساسي لقبول ولصحة الأعمال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أمر بعبادته سبحانه وتعالى فإن المسلم الذي آمن بالله إلها ربا مالكا خالقا رازقا خلق كل شيء كل شيء هو بخلق الله سبحانه وتعالى وبإيجاد الله سبحانه وتعالى آمن بالله إلها ربا خالقا مالكا رازقا سبحانه وتعالى خلق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء كان موجودا قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض كان موجودا قبل خلق المكان بلا مكان وبعد أن خلق المكان سبحانه وتعالى لا يتغير عما كان لذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره أي كان الله وحده في الأزل ولم يكن عرش ولا ماء ولا سماء ولا كرسي ولا أي شيء من المخلوقات وبعد أن خلق كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى لا يتغير عما كان سبحان الذي يغير ولا يتغير لأن التغير علامة المخلوق هذا هو الأساس الإيمان أن تؤمن بالله وبالأركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي وأمر كذلك بالإحسان إلى الوالدين هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالإيمان به أمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر لهما بخفض الجناح معهما وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لذلك ورد في حديث آخر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه قال رغم أنف رغم أنف رغم أنف قال من يا رسول الله رغم يعني كناية عن التصاق الأنف بالتراب قال من يا رسول الله قال من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله شيخين كبيرين ولم يدخله الجنة معناه إن البر والإحسان إلى الوالدين أو إلى أحدهما هذا سبب لدخولك الجنة سبب لدخولك إلى الجنان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف هذه الكلمة الخفيفة يعني الكلمة التي كثير من الناس يعني يعتبرها سهلة ولكنها عند الله عظيمة لماذا لأن كلمة أف تدل على التدجر تدل على الانزعاج قد الوالدان لما يسمعان منك أو أحدهما إن سمع منك إن طلب منك شيء فقلت أف أو ألا يوجد غير ونحو ذلك هذه الكلمة التي خفيفة على اللسان ولكنها عند الله عظيمة ولكنها عند الله ثقيلة لما تورث في قلب الأبوين لما تورث في قلب الأبوين من الحزن وانكسار القلب ونحو ذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما قال من البر بهما ألا تنفض ثوبك أمامهما الله أكبر من البر بهما ألا تنفض ثوبك أمامهما قالوا لماذا؟ قال حتى لا يصيبهما غبار الثوب الله أكبر حتى لا يصيبهما غبار الثوب إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة ينبغي على الواحد مننا أن يراعي أبواه أن يراعي أباه وأن يراعي أمه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أحسن إليهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا كناية عن التواضع لهما كناية عن أن تتذلل لهما عن أن تحسن إليهما ولا تسيء إليهما واخفض لهما جناح الذل وهذه الآية فيها مجاز وهذا فيه رب على الذين ينكرون المجاز في القرآن أو يقولون أن آيات القرآن كل الذين يقولون أن كل آيات القرآن على ظاهرها لا يوجد في القرآن مجاز يوجد في القرآن آيات يكون لفظها شيء ولها معنى آخر مراد غير المعنى الظاهر أتفضل يا فندم معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بيك يا أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا حال الحمد لله رب العالمين أتفضلي أنا واحدة عندك ستيج ثاني بس وزني الجيش شواء بنصلي وأنا جاعد نعم بنصلي وأنا جاعد تمام يعني أنا صحيحة ولا طيب في حاجة تاني آه والله يعفضك الشيش وذالي عندي ثلاث سوبيان الحكاية مش مستكرة معهم والحلم لغبط الله يصحنا ولهم الأحوال الله يفرج كرباتنا وكرباتهم حاضر يا حق بالنسبة للصلاة لهذا السؤال أول حاجة بالنسبة للصلاة الصلاة لها أركان ومن أركان الصلاة القيام في الفرض للقادر فإذا كان الإنسان قادرا على القيام فلا يجوز له أن يجلس أن ينتقل إلى المرحلة التي بعدها حتى يفقد المرحلة الأولى فإذا كان واحد قادر أنه هو يصلي يؤف في الصلاة في قراءة الفاتحة ما ينفعش يقعد داف الفرض فإذا فإذا أول حالة لابد أن يقف إذا كان لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع الوقوف مش مجرد أن يكسل ولا كذا لا حقيقة لا يستطيع الوقوف فعند ذلك ينتقل إلى الحالة التي بعدها طيب واحد يقدر يؤف يقرأ الفاتحة وواف بس في الركوع والسجود لابد أن يقعد فده يؤف في القيام في الفرض في قراءة الفاتحة ثم عند الركوع والسجود يجلس على شيء ويأتي بهيئة الركوع والسجود وعلى هذا ينتقل من حالة إلى الحالة التي تليها كل واحد على حسب حاله وعلى حسب وضعه بارك الله فيكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني الصغيرة فقلنا واخفد لهم جناح الذل من الرحمة هذا مجاز فيه هذا المجاز يدلك يعني هذا كناية عن شيء آخر كناية عن الرحمة كناية عن التواضع كناية عن التذلل لهما والإحسان إليهما لذلك ورد في حديث وإن كان هذا الحديث ضعيفا ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح لفظه ماذا ورد في الحديث قال عليه ورد في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات الجنة تحت أقدام الأمهات هذا كناية فيها الحث على التواضع هذا كناية فيها الحث على التواضع على التواضع لها لهذا قال جمع من أهل العلم في الحديث الذي ورد إلزم إلزم رجلها هذا كناية عن أن تكون متواضعا معها إلزم رجلها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة العين فيها رحمة اللسان فيه رحمة اليد فيها رحمة تنظر إليها برحمة تعطيها برحمة اعطي أمك من مالك ارحم أمك ولا تنسها أو تتناسها فقد جعل الله في بطنك حفرة غائرة يعني جعل في البطن حفرة في الدائل الداخل قليلا ما هي هذه الحفرة إنها مكان الحبل السري ذكريات في بطني وبطنك ذكريات في بطني وبطنك نتذكر فيها أمي وأمك أخذت من دمها قبل حليبها كنت قويا في رحمها وهي تضعف تمتص من غذائها وهي تنحف ولذلك ذكريات الأمي محفورة في قلب لابني لا تقول أنا سهرت الليل مع أمي عندما مرضت أنا خدمتها أنا فعلت كذا وهل يكافئ هذا طلقة من طلقاتها يوم ولدتك ورد أن رجلا جاء من اليمن كان في زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الرجل جاء إلى سيدنا عبد الله بن عمر وقال له يا عبد الله إني حملت أمي على ظهري وهذا الرجل حمل أمه على ظهري وطاف بالبيت وكان بجواله بن عمر في الطواف فقال يا إمام حملتني تسعة أشهر وحملتها عامين حملها على ظهره عامين إلى أن جاء بها إلى الحج ماشيا على القدمين حج بأمه على ظهره أي طالب للبر هذا الرجل ومع ذلك قال له بن عمر تريد أن تكافئها ولا بطلقة من طلقاتها قال يا إمام حملتني تسعة أشهر وحملتها عامين فقال له قال حملتك وهي تتمنى بقاءك وأنت تحملها وتتمنى موتها يا الله اجزي أمهاتنا عنا خيرا وارزقنا بالرهن حتى يرضين يا الله وأمد بعمرهن على النحو الذي ترضاه يا رب العالمين أيها الأحبة ينبغي علينا أن ننتبه جيدا أن ننتبه لأمهاتنا ولآبائنا وأن نحسن إليهم وأن نحسن إليهم وأن نعطف عليهم وأن نتذلل لهم هذا تذللك لوالديك هذا يكون رفعة لك ورد في الحديث ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله هذا تواضعك مع خلق الله فكيف تواضعك وتذللك مع من حملتك كيف تواضعك وتذللك مع من كان سببا في وجودك في هذه الحياة لذلك أيها الأحبة الأم الصالحة زينة في الحياة الدنيا وسلوة للهموم ومفزع لولدها كل ما نالت منه الآلام واعترضت طريقه المتاعب واعترضت طريقه المتاعب عادة الرجل لا يبكي أمام زوجته ولا بين يدي زوجته ولا يظهر ضعفه أمامها ولكنه لا يتحرج أن يرمي برأسه على صدر أمه ويبكي لا يتحرج في ذلك ويشتكي لها ويخرج ما في قلبه من شجر حار وهم مقيم لأمه إن اتصلت يوما بأمك يعني تخيل معي إن اتصلت بها يوما وفي صوتك أثر ضعف أو مرض فانظر كيف يكون قلقها عليك كيف يكون انشغال بالها عليك أو أخبرتها أنك في ضيق نفسي أو دائقة مادية أو معنوية ونحو ذلك انظر كيف تصنع من أجلك إنها الأم الحنون نعم معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازاك يا شيخنا أهلا وسهلا ومرحبا كنت عايزة نستغفر على حاجة بعديدنا فضلي أنا والله أنا كنت كويسة خالص مع أمي وأبويا والدنيا كانت حلوة الحمد لله ماشي بس أنا عيالي ما بعملينش نفس المعامل نعم يعني العيال دايما مغلبيني وكده ما اسموهش الكلام وعقوق والدنيا أنا ما عملتش حاجة مع أمي وأبويا عشان هم يعملوكي هل عايزة نفسين بعض هو في شيء لا بد أن نعلمهم إنه نحن نبر آبائنا ونبر أمهاتنا إن شاء الله هذا سيرد لنا ولكن يعني نحن لا نعمل هذا الشيء إنه من باب المكافأة يعني أنا أبر أمي وأبوي علشان ولادي بروني لا نحن نخلص النية لله أول شيء ونعمل العمل مخلصين النية لله ولأن الله أمرنا بذلك ثم بعد ذلك ستأتي المكافأة المكافأة إن عاجلا أو آجلا لا بد أن تأتي في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى فالإنسان يخلص النية لله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان عنده ولد يعني أتعبه ونحو ذلك فليكثر من الدعاء يلجأ إلى الله يعني يخرج الصدقات على نية أن يهدي الله ولده أن يهديه الله له هذا يكون فيه خير عظيم إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم فأيها الأحبة بر الأم ينبغي أن يعلم أن بر الأم أعظم من بر الأب لماذا؟ لأنه ورض في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه صحابي فقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من في الرابعة؟ قال له أبوك فهذا يعني يدلك دلالة عظيمة على أن تأكيد على بر الأم وأن بر الأم ثلاثة أضعاف بر الأب ثلاثة أضعاف بر الأب وفي ذلك تأكيد بليغ من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال القرطبي في هذا الحديث هذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأبي لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأبي في الرابعة فقط وذلك لماذا؟ لأن هناك ثلاث مراحل تنفرد بها الأم عن الأب هي مرحلة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية هذه المراحل الثلاثة تنفرد بها الأم عن الأبي فهذه منازل يخلو منها الأب فلذلك الإسلام وصى والنبي عليه الصلاة والسلام وصى ولذلك قال بعضهم أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر واخضع لأمك وارضها واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر ليس من يوم لأمي بل لها كل الحياة إلى الأشخاص الذين يخصصون يوما في العام يؤذي أمه طوال العام ثم يأتي في يوم في السنة يأتي لها بهدية ونحو ذلك وهو يسيء إليها ويغضبها طوال العام قال ليس من يوم لأمي بل لها كل الحياة تستحق الأم منا برنا حتى الممات إن بر الأم فرض من أجل الواجبات لا نفيها باحتفال حق إحدى الطلقات ليس حب الأم شعرا أو برصف الكلمات حب أمي يتراء طاعة حتى الوفات نسيم الشوق حياها وصوت القلب ناداها جنيت السعد ألوانا رضا تحكيه عيناها عسى بالكوثر الفياضي سقيانا وسقياها أزين ببرها عمري فتهواني وأهواها حياتي أنت يا أمي حياتي أنت معناها حياتي أنت يا أمي حياتي أنت معناها ينبغي أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا ينبغي أن نتعطف معهما وأن نترحم عليهما حتى قالوا إن البر بالوالدين ليس فقط في الحياة بل حتى البر يستمر بعد وفاتهما حتى البر يستمر بعد وفاتهما فكما أن بر الوالدين يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما كما ورض في الحديث وقد روى أبو داود أنه أتى رجل من بني سليمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما يعني بعد أن انتقل بعد أن توفي هل بقي علي شيء من البر يا رسول الله يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الصلاة عليهما ومعنى الصلاة هنا معناه الدعاء يعني أن تدعو لهما بخير لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء الدعاء فقال الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما علم ولدك كل يوم أن يستغفر لك أن يستغفر لأمه ولأبيه كل يوم يستغفر يقول ربي اغفر لي ولوالدي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة ومعنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيها بيك يا شخهم أهلا وسهلا معكم محمد طلاق أهلا وسهلا ومرحبا أهلا يا شخي الحمد لله أهلا مستقيم بسعارتك والله بارك الله فيكم الله يحسن لك ربنا يخذيك يا رب تعلم أولادك كل يوم قل له هل استغفرت لأمك وأبيك هل استغفرت لي ولأمك قل رب اغفر لي ولوالدي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما كذلك تنفيذها من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كالأقارب من جهة الأب والأقارب من جهة الأم كالأعمام والعمات وأبنائهما ونحو ذلك وكالأخوال والخالات وأبنائهم ونحو ذلك قال وإكرام صديقهما صديق أبوك كذلك من البر بأبيك تصله وصديقة أمك كذلك من البر بأمك أن تصلها وأن تسأل عنها وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله وعنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودي أبيه بعد أن يولي إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودي أبيه بعد أن يولي يعني بعد أن يتوفاه الله معنا اتصال وعليكم السلام ورحمة الله ازاك استاذ احمد اهلا وسهلا ومرحبا احلى كلام سمعتم مهاردة الصف منك والله اعمل الشيء بارك الله فيك اللهم امين يا رب العالمين انا عاوزك تتكلم في نفسها في ايه اوحدة بس عن الزوجة ومعاملة الزوجة مع ام الابن انت عرف اهمي نعم فهو لازم يكون بره والدته ولازم يكون كواس مع والدته تمام فهي الزوجة عايزة زوج يبرر بوالدتها هي مش بوالدته هو يبرر بالاتنين ان شاء الله هو يبرر بالاتنين نعم هي الزوجة بس عايزة الام بس انما اللي هي والدت الزوج مش عايزة تبقى موجودة تتمنى لها الموت بعيد الشر علىها يا رب العالم الله يلطف بالمسلمين فانا عاوزك بس في دقيقة واحدة بس تتكلم عن النهوة اطردنا وصمحت اشكا حاضر ان شاء الله بارك الله فيك فكما ذكرنا في الحديث ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي يعني بعد ان يتوفاه الله بل انظروا الى عظيم بر النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر صديقات السيدة خديجة وهي زوجته لما كان يذبح شاتا كان يقول اذهبوا بهذه الى فلانة فانها من صويحبات خديجة فانها من صويحبات خديجة ويقول اذا جاءت امرأة تأتي المرأة العجوز فيقول افسحوا لها المجال فانها من صديقات خديجة فكان يبر الصديقات زوجته خديجة بعد وفاتها فكيف ببر صديقات الام يعناه هذا اعظم لذلك النبي صلوات ربي وتسليماته عليه لما كان في طريقه قال استأذنت ربي في زيارة قبر امي فاذن لي فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على قبر امه صلوات ربي وتسليماته عليه وبكى حتى ابكى من معه من الصحابة ووقف على قبرها وبكى حتى ابكى من معه من الصحابة هذا من بره صلوات ربي وتسليماته عليه معنا اتصال أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام زحيتك يا شاخ أهلا وسلام لو سمحت ممكن اطلب منك بس دعوة بالرحمة لمرأة العمي توفت يومكم مع الفاتيس رحمها الله تعالى رحمة واسعة الله يسكنها فسيح جناته ويجمعنا بها في الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى أعظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتتكم ورزقكم الصبر على فراقها ورد أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها سيدنا سعد بن عبادة كان في سفر ولما جاء وجد أن أمه قد توفيت وهو غائب ما كان حاضرا فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها يعني يسأل النبي هل لو أنا تصدقت بشيء عن روح أمي هل هذا ينفعها فقال نعم قال عليه الصلاة والسلام نعم قال فإني أشهدك أن حائط المخراق صدقة عنها يعني كان عنده بستان بستان حائط يعني بستان تصدق به تصدق ببستان على أن يصل الثواب لأمه هذا مثال عن البر بعد الوفاة هذا الصحابي عرف قيمة بر الوالدين فكأنه باع هذا البستان مقابل بر أمه فكانت تجارته رابحة ولا نعمة تجارة هي ولا نعمة تجارة هي فالواحد منا كذلك أيضا من البر بالوالدين أن تزور يعني بعد وفاتهما أن تزور والديك زر والديك وقف على قبريهما لو كنت أنت الذي مت في حياتهما ما تخلف عن زيارتك وما يعني ترك الدعاء لك أنت أيضا زر والديك قف على قبريهما ادعو الله لهما اقرأ لهما القرآن معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معي الشيف أيها أسألك سؤال لأن ابني كان خطب واحدة وماتت يا مجمع نعم واما ما معاش غيرها نعم وعمالها تعيط وتعمل وقول لي قل لي رحمه الله قولي لها إنا لله وإنا إليه راجعون نحن ملك لله الله يفعل بنا ما يشاء الإنسان إذا ابتلي فصبر هذا جزاؤه عظيم ورد في الحديث ورد في الحديث ورد في الحديث فيما معناه إن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده المؤمن بأخذ صفيه بأخذ حبيبه في الدنيا كابن كزوجة كأم كحبيب أي حبيب له كولد فإذا اصطفاه الله إذا أخذه في الدنيا قبضه فصبر هذا الإنسان ورد في الحديث فهذا الإنسان ليس له جزاء عند الله إلا الجنة فالواحد يصبر وليحتسب وليكن قضوتنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أبنائه مات في حياته ما عدا السيدة فاطمة رضي الله عنها فهو قضوتنا صلى الله عليه وسلم فلنصبر ونحتسب ولنسلم أمرنا لله تبارك وتعالى ولنعلم أنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله إلا ما قضاه الله وقدره إلا ما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلنصبر ولنحتسب ولنسلم أمرنا لله ولنقل إنا لله وإنا إليه راجعون يعني معناه نحن ملك لله الله يفعل بنا ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فالإنسان لما يعلم ذلك ويعتقده في قلبه حقيقة ويستقر هذا اليقين في قلبه فتنزل عليه المصيبة فيتلقى المصيبة بالصبر والتسليم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيكون له الجزاء من الله تبارك وتعالى بأن له الحسن يوم القيامة نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يرحم موتانا المسلمين كمان نريد أن ننبه على السؤال الذي ذكر أو الكلام الذي طلب مننا أن يوجه الزوجة والأم ينبغي أن نعلم أن الزوجة زوجة والأم أم لا ينبغي أن نقارن الإنسان الذي يضع أمه وزوجته في مقارن هذا وضعها في غير موضعها الأم أم والزوجة زوجة نقول للأم أنت أم كوني في مكانك الذي أنت فيه الذي وضعه الله لك وكذلك الزوجة أنت زوجة يعني لك حقوق وعليك واجبات فلا تعمل مقارنة بين أمك وبين زوجتك وبكل حال من الأحوال لا تقدم زوجتك على أمك لا تقدم زوجتك على أمك بل ينبغي عليك أن تحسن إليها والزوجة كذلك أو أحيانا الزوجة تطلب من الزوج أن يبر أمها نعم ينبغي عليه أن يبر أمه التي ولدته وأن يبر أم زوجته لأنها أيضا بمنزلة الأم كذلك يبرها يحسن إليها لأنها صارت من محارمه صارت من محارمه يعني يستطيع أن يراها بشعرها ويقبلها ويسلم عليها صارت محرما له لأنها زوجة لأمه فكذلك يحسن إليها لها عليه من الفضل ما لها فيحسن إليها ويحسن هنا ويحسن هنا أما أن يعني كما نرى من كثير من البنات وكثير من النساء اليوم تقف وكأنها فاصل بين الرجل وبين الرجل وأمه وكأنها تريد أن تستأثر به بعيدا عن أمه لا اتق الله عز وجل لماذا؟ لأنك إن عملت ذلك وأولادك رأوا منك ذلك فإنهم سيفعلون معك كما تفعلين يعني يعجل لك يعني هذا الأمر يعني يعجل لك في الدنيا فاتق الله عز وجل كل واحد مننا يتق الله عز وجل وليعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى ولينزل كل إنسان منزلته وليعطي كل إنسان فضله ومرتبته فالواحد منا ينبغي أن لا تشغله الدنيا عن أبويه ينبغي أن لا تشغلنك الدنيا عن أمك لو نظرنا نجد أن أغلب الناس يطرقون أبواب الحياة يبحثون عن السعادة فنرى الرجل منهم يريد إرضاء زوجته إرضاء أولاده إرضاء مدير عمله وينسى أحد أعظم أبواب السعادة أمه أعظم أبواب السعادة أحد أعظم أبواب السعادة الأم بر أمك باب من أبواب جنات النعيم باب ليوسع الله عليك الرزق في الحياة الدنيا وباب يدفع الله به عنك كثيرا من المصائب فإياك وعقوقهما ففي الحديث رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد والوالد هنا معناه يشمل الأم والأب يشمل الأمة والأب وفي الحديث أيضا الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة وهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك زار قبر أمه ووقف عندها وبكى حتى أبكى من معه من الصحابة وسيدنا عيسى عليه السلام قال الله تعالى في القرآن الكريم وبرا بوالدتي سيدنا عيسى المسيح عبد الله ورسوله هذا سيدنا عيسى المسيح نبي الله عبد الله ورسوله قال وبرا بوالدتي أي سيد مريم عليه السلام وقال الله تعالى في سيدنا يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش لما دخلوا مصر وجلسوا في مجلسه مستويا على سريره واجتمعوا إليه أكرم أبويه فرفعهما على السرير نعم العظماء بررة العظماء أسيادنا الأنبياء هم العظماء العظماء بررة بررة بآبائهم بررة بأمهاتهم العظماء بررة والله لن ترتفع في الدنيا وتكون سعيدا حتى ترضي والديك فيما يرضي الله ولدتك أمك وأخرجك الله من رحمها لا تعلم شيئا علمتك واهتمت بك ولما كبرت تشاغلت بالعيال والوظيفة والتجارة وإذا طلبتك تعتذر لها وتقول مشغول ولربما يعتذر أولادك إذا تركوك اعلم أنك قد تدرس الواحد مننا قد يدرس ويتخرج ويأخذ الماجستير والدكتوراه ويتوظف بعد ذلك وظيفة تدر له المال الكثير وكل هذا قد يحصله الإنسان بدعوة من أمه وهي راضية عنه تقول له رح وفقك الله الأم تدعو له تقول له رح وفقك الله نور الله طريقك أسأل الله أن يعطيك حتى يرضيك الله يحقق لك آمالك مما يرضيه فالواحد لا يفوت برها فيخسر ونعود إليكم بعد هذا الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة إن بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة بركة عظيمة في الدنيا والآخرة لذلك من أراد أن تكون أن تكون عاقبته حميدة حسنة فليبر والديه ومن أراد أن تكون عاقبته وخيمة فليعق والديه والعياذ بالله تعالى كذلك أيضا الواحد ينبغي ألا يسب أبويه كيف هذا يقول القرطبي رحمه الله من البر بالوالدين والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف من كبائر الذنوب وبذلك ورضت السنة ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب الرجل أبى الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني الواحد يتجنب مثل هذه الأشياء أحيانا أنت لما تمزح مع صديقك أو لما تتكلم مع إنسان تسب له أباه وتسب له أمه فهذا الإنسان ماذا يصنع يسب لك أباك ويسب لك أمك فتكون بذلك سببت أباك وسببت أمك جلبت لهم الكلام الذي لا يليق بهما أسأت إليهما ينبغي عليك أن تنتبه فنتجنب تجنب أخي مثل هذه تجنب إخواني مثل هذه الخصومات ولا تبدأ بالإساءة لأحدهم وإن أساء لك أحدهم فلا ترد عليه فإن العفو والصفح أفضل ولا تكن سببا لأن يذكر أبواك بالسوء وإذا أردنا أيها الأحبة يعني إذا أردنا أن نذكر قصص بعض الصالحين الذين يعني كانت لهم مواقف مع أمهاتهم مواقف مشرفة ينبغي أن نذكر مثل هذا القصص لنأخذ منه العظة والعبرة لقد رسم سلفنا الصالح لبر الأمهات رسما عجيبا يعني فعلوا أشياء عجيبة تجعل الحليم حيران فهذا حارثة بن النعمان سيدنا حارثة بن النعمان رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام أنه يستمع إلى تلاوته في الجنة فقال من هذا النبي يعني رأى في الرؤية أنه يستمع إلى تلاوة حارثة في الجنة فقال من هذا فقال له الملك هذا حارثة بن النعمان فعرفه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي كذاك البر كذاك البر وكان أبر الناس بأمه يعني بسبب أنه كان يبر أمه صارت له هذه المرتبة العظيمة وهي أن النبي يسمع تلاوته في الجنة وكان من بره بأمه كان يغسل رأس أمه ويفليه ويمشط لها شعرها ويصنع طعامها ويطعمها بيده لا شلت يمين ابن تطعم والدته لله تعالى ويحسن إليها ويروى عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان بارا بأمه فكلما أراد الخروج من البيت وكان هو في بيت وأمه في بيت في بيت يعني في مكان أغل ليس في نفس البيت بل بيت مقابل له فكان كلما خرج مر وقف على باب أمه على بابها ويقول السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا رحمك الله كما ربيتيني صغيرا فتقول له رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله يعني إذا أراد أن يخرج يفعل مثل ذلك مع أمه وإذا رجع يصنع مثل ذلك مع أمه وعن عبد الله بن عون البصري وهو أحد الثقات أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها يعني أمه نادت عليه فأجابها ولكن صوته كان مرتفع أكثر من صوتها فماذا عمل هذا الرجل الصالح أعتق رقبتين لوجه الله تعالى تصدق لوجه الله بإعتاقهما لماذا؟ لأن صوته ارتفع وهو يرد عليها ليس يعني يسبها أو يشتمها هذا يعني من فعل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وقد مرض أحد الصالحين فلما زارته أمه قام فلبس وتأنق كأن لم يكن به بأس فلما خرجت سقط مغشيا عليه فسئل عن ذلك فقال إن أنين الأبناء يعذب الأمهات إن أنين الأبناء يعذب الأمهات أي أن الأمة تغتم لمرض ولدها وجاء عن أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنه كان لا يأكل في قصعة واحدة مع أمه يعني في طبق واحد في نفس الطبق وذلك حتى لا يأكل شيئا لعل عين أمه وقعت عليه يعني كان لا يأكل مع أمه في طبق واحد يخاف أن يكون مثلا عينها وقعت على شيء من الطعام فهو يأخذه هذا من بره بها ومن منا يطيق ذلك ومن منا يطيق ذلك وهذا ليس من باب الوجوب وإنما رأفة بأمه ورحمة بها وإحسانا إليها فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا بل لو تذكرنا أيضا قصة سيدنا أويس القرني هذا أويس القرني الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام وكان سيد التابعين رضي الله عنه هذا سيدنا أويس هذا سيدنا أويس رضي الله عنه كانت له أم كان بارا بها النبي بشر به وكان في زمن النبي ولكنه سيد التابعين لأنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولكن النبي بشر به وأخبر به وطلب من سيدنا عمر إذا رآه أن يطلب منه أن يستغفر له أويس يستغفر يستغفر لعمر رضي الله عنه وتخلفه وتخلفه ما جاء إلى النبي في حياته برا بأمه كان يبر أمه ونحو ذلك وكان يحسن إليها ويخدمها فأي فضل هذا لذلك أيها الأحبة ينبغي علينا أن نحسن إلى آبائنا وإلى أمهاتنا نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه إنه على كل شيء قدير نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بررة أطقياء اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا اللهم رضي آبائنا وأمهاتنا عنا واجعلنا من البارين بهما في حياتهما وبعد وفاتهما يا أرحم الراحمين واجعل أبناءنا بررة بنا يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة